بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الأول الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل برنامج من أحكام القرآن الكريم قد توصلنا الحلقات السابقة إلى أول سورة المائدة فنقول قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام يفتغون فضلا من ربهم ورضوان وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب في هذه في هاتين الآيتين في بداية هذه السورة العظيمة ينادي الله عباده المؤمنين لأنهم أهل الامتثال والاستجابة لندائه سبحانه وتعالى ويشرفهم بوصفهم بالإيمان الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره لأن الإيمان يستدعي منهم أن يصعوا لنداء الله ويستجيبوا له ولأن من مقتضى الإيمان فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى وفي هذه الآية يأمر الله عباده بعد أن ناداهم وأصغوا لندائه أمرهم بقوله أوفوا بالعقود والوفاء هو الإتمام والإكمان على الوجه المطلوب والعقود المراد بها العهود التي بينهم وبين الله بانتثال أوامره وترك نواهيه وإخلاص العمل له والعهود والعقود التي بينهم وبين الناس في المعاملات وغيرها وبين الراعي والرعية وبين المسلمين بعضهم مع بعض عقود البيع وعقود الإيجارات وعقود النكاح وغير ذلك من سائر العقود التي التي فيها مصالحهم ويتم بها اتفاقهم وتراضيهم الله أمرهم أن يوفوا بها بعد انعقادها لأن هذا مقتضى الإيمان أوه بالعقود التي بينكم وبين الله أوه بالعقود التي بينكم وبين الناس بين الراعي والرعية بين الرعية بعضهم مع بعض بين المسلمين والكفار فكل عقد لا يخالف شرع الله فإنه يجب الوفاء به فلذلك أطلقها بقول أوفوا بالعقود ولم يحددها ثم قال سبحانه وحلت لكم بهيمة الأنعام هذا من جملة العقود وهو 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 التجام ما أحله الله وترك ما حرمه الله من الأطعمة والأشربة وغير ذلك من الحلال والحرام فإن هذا من العقود التي بين الله وبين خلقه أن يتقيدوا بها فيأخذوا بما أحل الله ويتركوا ما حرم الله فقال أحلت لكم أي أحل الله لكم بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تنطق والأنعام مضاف إليه ضافة بيانية لأن لفظ البهيمة يشمل كل البهاعم التي خلق الله سبحانه وتعالى فإضافته إلى الأنعام تخصيص لها بالبقر والبقر والغنم سواء كانت أهلية أو وحشية كلها حلال إلا ما يتلى عليكم أي سوى ما يتلى عليكم تحريمه كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر فهذه تستثنى من قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ثم قال جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم هذا استثنى من قوله وحلت لكم بهيمة الأنعام فاستثنى منها الصيد في حالة الإحرام وفي داخل الحرم فإنه لا يجوز الاصطياد للمحرم ولا أكلوا الصيد ولا يجوز الاصطياد في الحرم المكي فهذا فهذا مما حرم الله واستثناه من قوله بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم والمراد بالصيد ما توحش المراد به ما ما عدا الأهل من بهيمة الأنعام وهو ما توحش في البرار ونفر من الناس من بهيمة الأنعام وأنتم حرم أي في حالة الإحرام فتحريمه موقت حتى يحل المحرم من إحرامه كما في آخر السورة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هالو إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته